حالات فوجدان الزاكرة بتحصل بسبب حدوث تلف منطقة موجودة في المخ اسمها Hippocampus وهنعرف ليه كمان شوية ودلوقت الرانين المغناطيسي عالي الضكة على منطقة Hippocampus بيساعد في اننا نعرف هل الشخص المعمول للفحص ده بيعاني من حاجة اسمها Dementia وده معناها جنون او خرف او لو كان عنده نوبة مرضية زي الإيبليبسي اللي هي التشنجات لانه بيوضح لنا حاجة اسمها Hippocampus Sclerosis يعني تصلب الانسجة في منطقة Hippocampus اهلا وسهلا بحضراتكم في المختصر المفيد وهنتكلم في الفيديو ده عن جهاز موجود في المخ الجهاز ده مهم جدا وهو اسمه Limbic System يعني الجهاز الحوفي واللمبك سيستم عبارة عن مجموعة من البرين ستراكشورز والفايبر تراكتس اللي هي هياكل وتراكيب ومسارات عصبية مهمة داخل الدماغ والمسارات العصبية دي بتمتد لمناطق تانية في عمك المخ داخل الميت برين والبيزل نيوكلياي والسريبر الهيمسفيرز والوظيفة العامة للهياكل دي بتشمل السلوك والتصرف تجاه الجوانب العاطفية والانفعالية بالتحديد Limbic System بيشارك في التصرف العدواني اللي هو الأجريشن والسبميسيف اللي هي الطاعة والسكشوال بيهيفيور والميماري والليرنينج اللي هو السلوك الجنسي والذكرة والتعلم وبرضو كمان Limbic System بيتحكم في الاستجابة العاطفية والانفعالية العامة اللي هي General Emotional Response التراكيب والهياكل اللي بيتضمنها Limbic System هي كلها من الهيبو كامباس والأميجدالة والألفاكتوري تراكتس والفورنيكس والسينجيوليت جايرس والماملري بادس هنشرح كل هيكل منهم لوحده لكن الأول عايزين نعرف جايرس مهم اسمه براهب بو كامبال جايرس بيكون موجود البرهب بو كامبال جايرس عند الحد الداخلي من التيمبورال لوب وبيكون ملفوف على بعضه فبيعمل شكل فرس البحر لما بيتشاف في المنظر الأمامي اللي هو كرونال فيو والبرهب بو كامبال جايرس بيحتوي على كل من الهيبو كامباس والأميجدالة ودي تراكيب برزة بتشارك في الميموري والإيموشن اللي هي الزاكرة والعطفة لأن الهيبو كامباس عدو لي دور قوي في عملية الانتقال من الزاكرة قصيرة المدى إلى الزاكرة طويلة المدى والأميجدالة عبارة عن كتلة من الجري مطر على شكل حبة اللوز موجودة في عمك البرهب بو كامبال جايرس والأميجدالة بتقوم بدور تنصيق وظائف الاتونوميك والإندوكلين سيستمز ومختصة بالديسجن ميكينج اللي هو اتخاذ القرارات والإيموشنال بروسوسينج اللي هو التحكم في العواطف والعدوانية والسلوك الجنسي اجريشن والسيكشوال بيهيفير هنتكلم بعد كده عن الفاكتوري تراكتس ودي سبل أو مسارات شمية موجودة تحت الفص الأمامي من فصوص المخ اللي هو الفورونتال لوب ودور الفاكتوري تراكتس هو إنها بتنقل المعلومات الخاصة بحسة الشم إلى الجهاز اللي هو ليمبيك سيستم نيجي بعد كده للفورنيكس هياكل وتراكيب الليمبيك سيستم بتكون متصلة ومتربطة مع هياكل وتراكيب تانية مهمة في الدماغ بيتصلوا بواسطة ألياف تسمى ليمبيك فايبر تراكتس الألياف دي بتعرف باسم فورنيكس والفورنيكس هو هيكل على شكل قوس موجود أسفل لسبلينيوم وزكورباس كاللوزوم وبيشكل الحد السفلي من السيبتام بوليسيدام وغير وظيفة الربط بين تراكيب المخ وتراكيب الليمبيك سيستم الفورنيكس على وجه التحديد بيوصل ما بين الهيبو كامباس ومناطق الدماغ الوظيفية الأخرى السينجوليت جايرس بيقع على السطح الداخلي لنصفي المخ فوق الكورباس كاللوزوم وبيعتبر السينجوليت جايرس هو البرينز ايموشنال كونترول سنتر مركز التحكم الانفعالي في الدماغ علشان كده ليدور مهم جدا داخل الليمبيك سيستم اخر جزء نتكلم عنه هو الماملري باديز ودول عبارة عن جسمين صغيرين مدورين يقعوا في قاع البستيريور حيبوصلامس ومسؤولين عن الماموري والموتيفيشن اللي هم الزاقرة والتحفيز وبيستقبلوا الاشارات مباشرة من الهيبو كامباس خلال الفورنيكس ثم ارسالها لألياف بتتفرح في الانتيريور سلامس والبيري اكوداكتل جري ماتر اوف زامت برين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر